بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه عصر تتصارع فيه الأحداث والأفكار وتتصارع فيه المصالح والفتن فكان لابد علينا كما تعودنا أن نستهدي بنور الدين حتى نرى الطريقة إلى الله لسعادة الدارين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة يسأل سائل فيقول هل يجوز للرجل أو للمرأة أن يتجسس على خصوصية الآخر داخل الأسرة هذا سؤال إذا أردنا الإجابة عليه في نور الدين نذهب إلى سيد المرسلين نسأله هذا السؤال ونرى ما الذي يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نتجسس ونهى أن نتحسس ونهى أن نتحسد ونهى أن نحقد بعضنا على بعض النبي أمر المسافر إذا ما رجع إلى بيته أن يذهب إلى المسجد أولا حتى تتسامع المرأة بوجوده في هذه المتاحات في عصر النبوة من غير اتصالات ومواصلات وتقنيات حديثة كان الذهاب إلى المسجد يبلغ المرأة أن زوجها قد وصل مرة حدث أن أحدهم لم يقبل نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبنية على الحب مبنية على العفاف مبنية على عدم التدخل في الخصوصيات بل احترام تلك الخصوصيات قال حتى تمتشط الشعثاء يعني تتجمل له تسرح شعرها تضع بعض المحسنات كما تفعل النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم خصوصية المرأة التي لا تريد أن يراها زوجها وهي على حالة معينة وأمر بهذا الرجل قال نفرض أنني قد ذهبت إلى البيت فوجدت أحدهم معها إذن هذا سوء ظن إذن هذا داعي لعدم العفاف ولعدم الحب إذن هذا تشكك وظن سيء في طرف آخر هو طرف مسلم بل هو ليس ككل المسلمين حوله بل هو عشيره في الأسرة ولذلك ذهب من غير أن يدخل إلى المسكت فوجد معها عشيقا فعل الله فيه هذا لمخالفته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذنب كبير لو حدث بينهما شيء من الزنا والعياذ بالله تعالى حقه في الشريع الرجم فهذا ليس شيئا يدعى له أو يتهون فيه أو كذا إلى آخره دعنا من هذا نحن في هذا الرجل الذي لم يطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب بهذه الطريقة فوجد تلك المصيبة إذن هذا نهاية التجسس والتحسس هذا نهاية الظن السيء هذا نهاية المخالفة والمخالفة لها أثر شديد في الحياة وفي التوفيق الرباني لهذه الحياة إذن نحن أمام مصيبة كبيرة إذا ما الإنسان حاول أن يتجسس على الطرف الآخر كثير من المشكلات تعرض علينا يكون سببها البحث في هذا الاختراع المفيد جدا في جوانب والمضر جدا في جوانب أخرى المسمى بالهاتف أو التليفون أو كذا وكذا نبحث وندخل عليه بشهوة معرفة لعلنا نجد شيئا هذا شعور آثم قد تكون عقوبته شديدة أول هذه العقوبة أنني قد أصطدم بما أفهمه خطأا وهو ليس عند الله كذلك فأكون قد جمعت بين التجسس وبين الظلم الخطأ وبين عدوان على الخصوصية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن نبتعد عنه والأمر الثاني أن يكون حقيقيا وتكون المصوئبة والبلوة أشد ولكن هذا قد دره الله عليه لمخالفته فإن المخالفة لها آثار سلبية سيئة للغاية نحاول ونحن نتكلم في هذا المعنى أن نستمع إلى بعض أسئلة الحاضرين لعلنا في هذا المجال نزيل كثيرا مما يثار حول العلاقة الزوجية وكيف تكون هل هناك أحد عنده أسئلة؟ تفضل مولانا بخصوص الخصوصية أوقات بنلاقي شريك أو شريك شريكة الحياة بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه ممكن يكون بحسنية علشان خاطر وأما بنعمة ربك في حدث أو علشان الخاطر يوري زوجته أو هي توري زوجها قد إيه بيحبها فبيعبر عن حبها دي قدام الناس وممكن يكون فيه ناس كمان بتتربح وراء الموضوع ده يعني بيعرضوا خصوصياتهم من درجة أنه هم بيصاروا نفسهم هم بيتخطبوا هم بيتجوزوا هم بيخلفوا وبيترقوا من وردها فتنصحنا بإيه في حتة الخصوص اللي احنا بنعرضها للناس على السوشيال ميديا سؤال جيد يتعلق بقيمة مهمة افتقدناها في عصرنا الحاضر هذه مندرجة تحت ما اسميناه بالعفاف هذه القيمة هي قيمة الحياء والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أهمية الحياء وأنه خلق لا بد منه وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصلع ما شئت وكان يقول الحياء خير كله افتقدنا في العصر الذي نحن فيه من كثرة تسارع أحداثه وأفكاره افتقدنا الحياء فأصبحت هناك معايير أخرى غير معايير الحياء وهي إظهار الفرح إظهار الحب التعالي بالعلاقة الزوجية إلى آخره مما رتب اندثار ويعني ضبابية حوالي قضية الحياء الحياء خير كله فلا بد علينا إذا أردنا مجتمعا قويا إذا أرد الإنسان أن يعود إلى إنسانيته في وسط هذا الهجوم الشرس للآلة وفي وسط هذا التسارع والتصارع الذي نتكلم عنه ينبغي عليه أن يعود إلى الحياء الحياء يقتضي أن الإنسان لا يعني يظهر مثل هذا الذي تكلمت عنه يجب عليه أن يتحلى بالعفاف لو أن هناك الحياء الحياء أصبح في بعض الأحيان الآن كأنه نقص أو ذم وهذه مصيبة كبرى تذهب الإنسان في إنسانيته نور الدين يكشف هذا الحال ويقول لا الحياء خير كله والعفاف مطلوب ويجب علينا مهما تبعدنا عن هذه الصفة أن نعود إليها حاليا مولانا من حق الزوج والزوجة أنهم يعرفوا كلمة السر بتاعت الموبايل وبالتالي عدوا يفتشوا في موبايلات بعض لا مش من حق لا الزوج يعرف خصوصيات الزوجة ولا من حق الزوجة أنها تعرف خصوصيات الزوج ويجب على الزوج والزوجة احترام الخصوصية والاحترام ده بيقلل من المشاكل كثيرا بل بيعدمها ولما عملنا بحث في أسباب الطلاق قبل ما يطلع النت كان يقول لك أسباب الطلاق سبعة أولها الحالة الاقتصادية أنه الراجل مش عارف كيف في بيته ثانية وكان ده ستين في المية من حالات الطلاق تاني حاجة تدخل الأهل تالت حاجة الطوارئ اللي بتحصل على الحياة وبعدين رابع خامس سادس سابع حاجة نبقى نقولها بالتفصيل ظهر لنا بعد النت أصبح هو تاني حاجة يعني الحالة الاقتصادية وبعدها النت طلقته لي يا أولاد أصلي شفتها بتعمل شاتنج مع حد غريب اتطلقت لي حضرتك لأنه أصله بقال لها بحبك وبعت لها قلوب ودبديب طب افرض ما كانتش شافت وافرض أن دي كانت نزوة وعدت هتلاقي الحياة مستقيمة ولا في أي حاجة الراجل بيحبها والراجل حريص عليها وهي حريصة عليها وهي من أهل العفاف بس زلت المن راضي أو زل المن راضي خلاص مش كده ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كل القيم الدينية اللي معانا اللي بتقول لنا على الرحمة وعلى الصبر وعلى العفاف وعلى الحياة وعلى هذه القيم العليا كلها بتؤدي إلى لبص الموبايلها ولا تبص الموبايل طبعا ده ما هوش دعوة للبنات أنها تعمل شاتنج منحرف مع أي حد ولا دعوة إلى الزوج أنه يعمل كده لكن إحنا بنتكلم على ما يثير الضغينة الناس لما لو أبحنا هذا لهم هتو ثار ضغائنهم وهيمسكوا في بعض دعوهم من الناس على فكرة مش الزوج والزوجة بس ولذلك هذا بلاء كبير أنه ما أسموه بالشفافية الشفافية دي ممنوعة يغفر الله للجميع إلا للمجاهرين قالوا ومن المجاهر يا رسول الله قال الرجل يصنع الذنب بالليل يستره الله خلاص بحد الشاف يصبح ويقولوا فعلت كذا وكذا شفافية مش هم يعني فالنبي اعتبر هذا إيه لتآدب مع الله وهو كذلك فأسموا الأشياء بغير اسمها والنبي حذر من تسمية الأشياء بغير اسمها ولذلك أخوانا العفاف والحياء هو لو إني جعلت هو القيمة العليا في حياتي هتتحل كل هذه المشاكل حرمة التجسس والتحسس كل طرف منهما على الآخر نعم يعني لو في سيدة بسيدات متأكدة وعلى يقين أن زوجها بيخونها وبصفها مستمرة هل من حقها أن هي تفتش وراء وتبحث ولا يعني لو في سيدة بسيدات متأكدة وعلى يقين أن زوجها بيخونها وبصفها مستمرة هل من حقها أن هي تفتش وراء وتبحث لا مش من حقها أن تفتش وراء أغلب ما أعرض علينا أنا في الحدوتة دي من هو أنا متأكدة أدي لي خمسين سنة وأنا بيعرض علي حجات أنا متأكدة دي تسعة وتسعين في المية من هذا التأكد لا يعد إطلاقا في توثيق الشرع ولا في توثيق القانون ولا في توثيق الاجتماع البشري مما يؤكد أنا متأكدة أنه هو عامل كده ليه أصله لما رجع مرة لقيت ريحة غريبة في سيابه ودي معناتها إيه واحد حضنه ولا كذا إلى آخره ليه الواحد دي تبقى وحده وأنه هو يعني لما حضنه وانتقل لا أصل أنا لي قرون استشعار وأعرف الحاجات دي كل هذا الكلام كلام من تلبيس إبليس أفرأيت الشمس فعلى مثلها فشهت أما إن إحنا نعتب يعني إيه أنا متأكد ربنا علمنا وربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن جريمة زي جريمة الزنا لابد أن يشهد عليها لشدة عقوبتها وبلائها على المجتمع أربع طب لو شهد تلاتا شهده شفوا بعين هم متأكدين ما ينفعش يعني بيقول لنا إيه عايز يعلمنا إيه عايز يعلمنا إن إحنا نختش شوي طب والتلاتة كذبين لو نطقوا أمام القاضي وجاء الرابع فأخلف هنعتبرهم كالزبي بالرغم على فكرة بني وبينك وبني وبينكم هو وقع فعلا لكن مع وقوعه فعلا ده إلا إنه في الشهود عليه يبقى إذن دي مسألة تانية ده بربنا تربية ما هو يقول لك رباه ربه ما شوفه وربنا أراد إيه أراد إن إحنا لا نهرف بما لا نعرف ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إحنا فورطة كبيرة لما نترك هذا النور الذي وهبنا الله إياه فنتخبط في الحياة الدولي طيب أنا وحدة أنا هعمل من سؤالك سؤال تاني هي بتقول لي أنا متأكدة متأكدة أروح ولا ما أروحش بقى أتجسس لا ما تتجسسيش لأن التأكد بتاعك ده إنما هو الحاح غبي من الشيطان الرجيم من أجل أن يدفعك إلى المعصير وبيزينها لك بما توارد من شواهد جعل قلبك كله بيغلي ونار فبنقول لك لا فوتي على الشيطان هذا واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم برضو في تسعة وتسعين في المية من الحالات من كل مية لما تستعيذي بيروح هذا الضغط علشان تعرفي إنه ده من الشيطان الرجيم فهولد سؤال من سؤالك بيقول إيه السؤال بقى بيقول طيب أنا مش مش متأكدة ده أنا شفت فعلا ده أنا شفت فعلا أنت بتقول لنا ما تشوفوش طب أنا كنت شفت دخلت ولقيت صاحبنا ما هواش تمام أو صاحبتنا ما هياش تمام زي الراجل اللي خلف سيدنا فهوعة في المياه ها دي مصيبة كبيرة مين اللي غلطان فيها بقى هو هذا الإنسان ولا هادي الإنسان والإنسان في لغة العرب الزكر والأنسة إنسان ولا أنت اللي أنت روحتي وفتحتي بموبايل وشفتيه بقى هو في الحقيقة أنت لأن أنت اللي ضررت نفسك طيب أعمل إيه بقى موجود جاهز طيب و هنقدر عليه ما عرفش ما إحنا وقعنا في مصيبة ما إحناش عارفين نخرج منها إزاي فاعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هتعرف يتعفيه آيوة هقاون و هعفو لغاية آخر النهار لغاية آخر النهار و يجي قالب علي فقوم نفسي في الليل إيه الهم التقيل ده كله ده من بداية المعصية طيب لو حد عرف يعفو و يصفح زي ما ربنا قال لنا واعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير هنعمل إيه ديوبا من كبار أولياء الله الصالحين طيب هو إحنا من كبار أولياء الله الصالحين واضح كده نلأ يعني واضح إن إحنا لسه ما وصلناش إلى مرتبة كبار القوم دول اللي هو يمسك الدنيا في يده ولا تكون في قلبه علشان يبقى زي ولعت النار كده يعني أنت بتقول لنا انطنش مش أنا اللي قلت طنش ولا ما انطنش عشان ما تقودنيش حاجة أنا ما قلتاش أنا اللي قلته قوله تعالى فاعفوا واصفحوا طبق بقى يا أستاذ أيها الإنسان أنا مليش دعوه بس ربنا بيقول لنا كده احنا بنقول نور الدين طب ما هو نور الدين هون فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير فيه ينبغي علينا قال لا نقع في تلك الورطات لأن ساعات ما بيبقى لهاش حال وساعات المدخل بتاعها ما بنعرفش نرجع منه فبتبقى بلوة يعني مقفولة من كل جانب ومين السبب شهوة المعارفة الخبيثة ووسواس الشيطان الذي يدفعني للمخالفة في حد هنا تفضل أنا كأب أو كأخ إزاي أفرق بين أن أنا يعني أعمل توزن بين أن أنا عدم تدخل في حياة القصة يعني كأخت أو كزوجة بحيث أن أنا ما أتحكمش فيها تعيش تجربتها وبين أن أنا أسيبها وأطنش يعني أسيب الحبلة ع السائب يعني أعمل توزن من ما قال ليش تسيب الحبلة ع السائب قال لي حاجات كتيرة جدا من ضمنها التربية والتربية دي معناها أني واخد بالي مني أنه تملي النصيح الأمر بالمعروف وأنه يعني المنكر إيقاع حتى العقوبة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة مع الشخص المناسب فأنا في الأسرة مع ابني أو مع بنتي أنا مسايب الأمور كده على الحرية المطلقة أنا سايبها مع رعاية وعناية ونصيحة وتربية وأمر بالمعروف ونائي عن المنكر فلا يا سيدي ما تسبش الأمور والطنش لا مش الطناش العفو والمغفرة على فكرة مش طناش ده العفو والمغفرة حاجة إيجابية صعبة للوصول إليها إنما الطفل أو الأبن أو الأخ أو الأخت أو الأمرأة تملي كان يتعهدنا بالنصيحة كان يتعهدنا بالموعظة لازم طول النهار نتكلم عن هذه المعاني العليا لازم طول النهار نتكلم عن العفاف وعن الحنان وعن الأمان وعن الحب وعن التواضع وعن العبادة وعن الطاعة وعن الحاجات دي كلها لابد إن احنا نتكلم ليه النهار ليه النهار ليه النهار ليه فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالذكرى أمر مأمور بيه إن احنا نذكر دائما وإن احنا نقول ونعيد ونأمر بالمعروف ونعن المنكر ونوجه ونربي فيه سؤال تاني هتفضل مولانا ربنا قال في القرآن فعف واصفحه أنا كبني آدم متجوز شفت المراتي بتعمل كده أول حاجة هتبدو لزهن إن أنا شك فيها طول حياتي بقى هعيش مع لإم حالين أطلقها أو أعيش مع وحدة غريبة في البيت مش عامل لها أي استعناء أنت اللي جبته لنفسك أنت اللي أعملت في روحك كده هو ده اللي إحنا عاديين نحذر ونعلي الصوت ونقول يا جماعة بلاش كده ده مش الطريق الصحيح ده اللي ما فيهش الهداية بتاعت ربنا اللي أنت جبته لنفسك فعلا كلامك صح هتقع المحتار هتولع ولو طفتها لغاية بالليل هتولع بكرة الصبح طيب ما أنت اللي عملت كده ماذا تفعل هتطلقها يعني خراب البيت وكب الزيت وتشريد الأولاد يعني أنت فتحت على نفسك أو هي فتحت على نفسها باب جهنم كله ده من شهوة خبيثة اسمها شهوة المعرفة فيجب علينا قبل ما نعمل المصيبة دي أن احنا نعرف إيه اللي بيترتب عليها فإذا كان ما عندناش وازع من الحكمة والعقل وضبط النفس والمبادئ العليا يبقى عندنا خوف من ما يترتب عليها من مصيبة نعم دلوقتي أنا ممكن الزوج يلاقي في البيت جرز الباب جه أردر جايله الزوجة اشترت حاجات عن طريق التواصل ده بيأثر عليه في الحالة الاقتصادية إذا كانت الزوجة أو الأبناء أو كذا أو كذا بيأثر على الحالة الاقتصادية للأسرة نفسها ده ده ساعتك على سبيل هل التبذير هل هو الحرية هل هو زي ما بيقوله في بعض الأوساط أصريشو فبنشوف الاسفصار من حضرتك فيه حسب ممكن يكون كله ده وممكن يكون غيره ولذلك كل شيء بالخناء إلا جواز بالاتفاق فلابد من الاتفاق وإن إحنا نضع قواعد وكله واشربه ولا تسرفه إنه لا يحب المسرفين في نهاية هذه الحلقة نستوجعكم الله على أمل اللقاء مرة أخرى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته